بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طلبة المرحلة الثالثة فرع حندسة الليزر نبدأ معكم شرح محاضرات الاسبكترو اسكوبي ابتداء بلاكتشار 1 الاسبكترو اسكوبي هو عبارة عن interaction of elicatromagnetic radiation with matter إذن هو التفاعل الذي يحدث بين الشعاع الكهرومغناطيسي والمادة والذي يؤدي إلى امتصاص أو انبعاث لطاقة من قبل المادة بشكل كميات محددة تعرف بالكوينتا أو الفوتونس طبعا الميجرمنت عندما انقيس الفريكوينسي أو الطول الموجي للشعاع الممتص أو المنبعث من قبل المادة سوف يعطينا معلومات fileable information عن طبيعة المادة وتركيب المادة فالطرق العملية اللي ينقيس بها هذه القياسات ونعرف منها المعلومات هي ما يسمى بالسبيكترو اسكوبي طبعا الاليكترو مغناطيك ويف تقسم عندنا نلاحظ أنه عندنا الموجات على نوعين موجات ميكانيكية مثل موجات الصوت وموجات الماء والتي تحتاج إلى وسط لكي تنتقل ولكن عندنا موجات أخرى ليست ميكانيكية وهذه الموجات تنتقل بالفراغ بدون الحاجة إلى وسط اللي هي الموجة الكهرومغناطيسية إذن نبدأ بالبلين الاليكترو مغناطيك ويف الموجات الكهرومغناطيسية المستوية طبعا إذا اعتبرنا أنه الموجة الكهرومغناطيسية تنتقل وتتحرك باتجاه X لذلك نلاحظ أنه هذا الاتجاه هو اتجاه الانتقال Direction of Propagation اتجاه الانتشار أو الانتقال فالموجة تتكون بطبيعتها من الكترك فيلد الذي يكون باتجاه ال Y Direction ومغناطيك فيلد ال B الذي يكون في Z Direction لذلك هذه الموجات راح نلاحظ أنه اللي يكون فيها المجال الكهربائي والمجال المغناطيسي محددين مع بعضهما بشكل أزواج متوازية وعامودية على المحور تصنع ما يعرف بالLinear Boller Z أي أنه استقطاب خطي للموجة لاحظ أنه في أي نقطة يكون المجال المغناطيجود لل E and B للفيلد راح تعتمد على X والT فقط أي أنها لا تعتمد على ال Y وال Z coordinate ما تعتمد على أحداثيات ال Y و أحداثيات الزيت فقط أحداثيات ال X والT اللي هو الزمن والموقع كما في الشكل اللي موجود عندنا بالنسبة إلى Speed of Alicotro Magnetic Wave سرعة الموجات المغناطيسية تساوينا واحد على تحت الجدر ميو نوت أبسلن نوت حيث أن الميو نوت ربي السماحية المغناطيسية للفراغ والأبسلن نوت هي السماحية الكهربائية للفراغ وبتطبيق هذه المعادلة يمكن أن نحسب Speed of Light in Vacuum أو In Space نلاحظ أنه تعطينا قيمتها 3 في 10 للقوة 8 متر الثانية بالنسبة للمعادلة اللي تصفرنا المجال الكهربائي والمجال المغناطيسي هي معادلة جيبية اللي هي ال E يساوينا E Max Cosine K X-Omega T والB يساوينا B Max B Cosine K X-Omega T حيث أن E Max والB Max هي قيمة الماكسيموم للمجال الكهربائي والمغناطيسي وبالنسبة إلى K فهو الأنجولار ويف نمبر واللي يساوينا 2π على لمدة واللمدة هو الطول الموجي أما الأوميجا فهو الأنجولار فركوانسي التردد الزاوي ويساوي 2π F والF هو التردد الدوري لذلك نسبة الأوميجا على K تساوينا 2π F على 2π إلى لمدة ويساوينا لمدة F ويساوينا C لذلك فإن الطول الموجي لمدة هيساوينا C على F كذلك E Max إلى B Max يساوينا الأوميجا على K ويساوي C منها نستنتج أنه E Max إلى B Max يساوينا E على B ويساوينا C نلاحظ أنه في الفراغ أنه سرعة الموجات الكهرومغناطيسية تساوينا 3 في 10 للقوة 8 متر الثانية كذلك عندما ينتقل هذه الموجة في وسط آخر فتنتقل بسرعة هي C'd واللاحظ أنه نسبة السرعة في الفراغ على نسبة السرعة في الوسط تعطينا قيمة ثابتة ومقدار ثابت تعرف بالإندكس أوف رفراكشن معامل الإنكسار واللي هو N اللاحظ أنه معامل الإنكسار للهواء يساوينا 1 تقريبا ومعامل الإنكسار كل ما تكون قيمة عالية هذا يؤدي إلى أنه الترد الطول الموجي سوف يقل ولكن التردد يبقى ثابت وعدنا مثال إذا كانت لدينا موجة جيبية تمتلك تردد 40 ميكرو هيرت فالمطلوب من عدنا أن نحسب الوايف لنث وكذلك الت اللي هو زمن الدورة الكاملة باستخدام معادلتنا المعروفة لاحظ أنه اللامدا يساوينا C على F ونحصل على أنه 7.5 متر أما الت فيساوينا مقلوب التردد ويساوينا 2.5 في 10 ناقص 8 سكن وهذا الشكل يوضح لكم بنفس الوقت إذا في نفس النقطة نلاحظ أنه هناك الاليكترك فيالد الماكزيمام قيمته 750 نيوتن على كولوم فاللي يريد من أن نحسب قيمة الماكزيمام في نفس الموقع نطبق معادلتنا أنه بي ماكس يساوينا E ماكس على C فيظهر أنه بي ماكس يساوينا 2.5 في 10 ناقص 6 تسلا كذلك لاحظ إذا أريد أن نكتب تعبير يقول لك write expiration تعبير يوصف لنا أنه الspace مع التايم تغير الزمن والموقع لمركبة المجال الكهربائي والمغناطيسي حسب تعبيرنا اللي موجود عندنا أنه الإي ساوينا الإي ماكس في كوساين كي إكس ناقص أوميجا تي وقيمة الإي ماكس موجودة كوساين كي إكس ناقص أوميجا تي نفس الوقت نطبقها بالنسبة للبي ماكس كذلك اللاحظ أنه الإي ماكس 2 باي إث فنقدر نحسب الإي ماكس تطلع عنا 2.5 وان في عشرة القوة أي ثمانية ريديان لكل سكن والكي 2 باي على لمدة وقيمة 0.838 ريديان على المنت وشكرا